صدقني هناك من هم أخطر على الأهل من أعداءه ومنافسيه داخله داخل عبيته مش داخله يعني جوان نادي داخل عبيته الذي لا يستطيع أن يحب والديه بصح يضر منظومة العائلة بعض مما كنا حسابهم أولادنا يقول لك هما جايين يدفعوا بطبيلهم للأهل سور احنا متهمين بالتطبيل للنادي الأهلي ايوة بنطبيل للنادي الأهلي يا ابن انت وهو وبندافع عن نادي الأهلي يا ابن انت وهو او مال انت جات نخور في النادي الأهلي اذا لم تستطيع أن تحب الأهلي ما تحبوش يااخي بنقصك انت جئت لقيت جئت لقيت النادي الأهلي عظيم زي ما احنا جينا لقيتها عظيم فحبنا بعظمته دي وحرصنا نحافظ عليها لكن اذا كنتم متصورين انكم احتكرتوا وجاين تسحابوا بقى عنو كنتم احنا هنعملوا كتالوجنا اوعد زايد على حد بمبادئ النادي الأهلي انا استحملها من المنافس لانه اقدر اخدوا وشين تلاتة واكشفوا وانا عارف مشاعر لكن انا يبقى صعب علي عملها معاك صعب علي عملها معاك انا كنت متوسم في ناس كتير خير ايه اللي جرى ازاي اللي كنا فاكر انهم دول حيوبوا درع الاهلي انك شايل هم الناس دي بعضهم يعني ولكن فيه ناس منهم اه ممكن يشرت شوية ويرجع اه يتكلم طبعا الاهلي محتاج اللي دافع عنه او مال محتاج اللي هجمه اذا كانش قناة الاهلي منبر الاهلي هي اللي تدافع عن نادي الاهلي وزا كانش مالك وكتابة اللي شعارها من يوم ما طلع ما تخافش على الاهلي اه احنا التطبيل ده عمال على بطال مش احنا اللي بنعمله احنا شلنا في وقت ما كفلنا على قدينا لما استشعرنا ان فيه خطر عن نادي الاهلي ما احناش عايزين حاجة من حد ايوه احنا عادنا سنتين البرنامج ما بيطلعش مرضناش نروح يمين وش مال وتعرض عليك تعمله لوحدك وتعرض عليها اعمله واحدة وتعرض علينا اعمله احنا الاتنين في حد اتعرض ولا ما اتعرض صحيح سنتين ما بنتلعش صحيح لاني طعمه هنا صحيح ولانه جايين ندافع عليه عن نادي الاهلي وقلنا خلاف نعو رنوة من شخص اللي بيقول لك انت بتدافع عبو الطبل ايوه 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 انا بدافع عن نادي الاهلي ويا ريه تعرف اطبله بس بوعي مش بضلال لأ وقلنا مية مرة هنا احنا خلافنا مع المكتوب ولاس مع الكاتب عمرنا ببنخاصم حد مش دورنا ان احنا نزعل من الناس لكن نزعل الاوم اللي بيكتب ازا كانش بيكتب بشكل لائق عن نادي الاهلي